المؤتمر العالمي عن الدور العماني في وحدة الأمة تنظيم ذاكرة عمان بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا خبيل الملايو قد أتيتك زائر وقد كنت قبل اليوم حلما يراود أتيتك من أرض تشع حضارة وعلما وتاريخا بناه الأماجد رجال لهم في الله حب وهمة يقيمون وزن الحق والدين واحد فمن عهد عبد والجولندا وجابر لها في بلاد الشرق تبدو مشاهد فملقى وكانتون وماني لقد ثوى بها سلف دلت عليهم مراقد هنا نشر الإسلام من غير عنوة سلاحهم الأخلاق والعلم قائد فلا أسرجوا خيلا ولا أبرموا القناء ولا شحذوا سيفا ولا قاد خالد رأى الناس فيهم عفة وأمانة فليس لهم في البيع طبع يزايد بذا عرفوا دينا بدون خطابة وكم من خطيب مسقع وهو حائد فدانت بدين الله في الشرق أمة وشعب عظيم في العطاء ورائد فإن شئت تصديقا على ما أقوله تعال إلى كوالا بها الجد سائد تعال إلى كوالا بها الجد سائد بها نهضة سارت على نهج خطة تلاقى بها مجد طريف وتالد بلاد بها ما تشتهي نفس عاقل مياه وجنات حسان خرائد فلولا فناء الأرض من بعد زينة لقلت بماليزيا جنان خوالد أتيت إليها أبتغي بعض حكمة بمؤتمر فيه النهى والفوائد بمؤتمر يحكي مآثر دولة عمان لها في الخافقين محامد عمان ترى التوحيد من غير وحدة ضعيفا به يقوى ظلوم وجاحل عمان ترى التوحيد من غير وحدة ضعيفا به يقوى ظلوم وجاحل عمان بها الإسلام نهج موحد عمان بها الإسلام نهج موحد فكل عباد الله والدين واحد فلا فرق ما بين المذاهب كلها سوى حركات في الصلاة تشاهد وأما الذي في القلب والعقل أمره إلى الله فيه الفصل والحق شاهد فتلك عمان لم تحد منذ أسلمت وما ضرها باغ وضال وحاسد وأختم قولي بالصلاة على النبي وآل وأصحاب ومن هو عابد ترجمة نانسي قنقر